مشاهدين كرام اسمحولي أرحب بضيفي داخل السوديو دكتور محمد عبدالله المناصق الطبي للجنة القابين وكفاحة الفيروسية الكبدي أهلا بحاجة كل سيدة المشاهدين أولا ألف مبروك طبعا أن مصر تحصل على المستوى الذهبي للإصابة بفيروس سي ومعناها أنه هو طبعا على مستوى العالم أو طبعا لمعايير منظمة الصحة العالمية أنه إحنا دولة خالية من فيروس سي إيه معايير الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية اللي بناء عليها تم حصول مصر على المستوى الذهبي؟ الحقيقة في 2016 من نظمة الصحة العالمية أطلقت الهدف للقضاء على الفيروسات الكبديدة بيحتلوه عام 2030 مقابل كده حددت العديد من المعايير والممارسات اللي من شأنها أقدر أقيم الجهود اللي بتحققها الدول للحصول على الإشاد للقضاء على الفيروس سي من خلال خفض معضل الإصابة خفض معضل الوفيات التشخيص والعلاج التقديم لممارسات نقل الدم الآمن التقليل من ممارسات خفض الضرر وغيرها من المعايير اللي منظمة الصحة العالمية حاطتها بمستويات معينة المستوى الذهبي والفضي والبرونس عشان أقيم ما تقدمه الدول من جهود للقضاء على الفيروسات الكبديدة وهي الحمد لله طبعا ما ستقدمت بالملف بتاعها للحصول على الإشادة الدولية للقضاء على الفيروس سي وتم الحمد لله حصول على المستوى الذهبي وده طبعا تثمين لجهود الدولة المصرية على مدار السنين اللي فاتت من هي استوفت كافة المعايير بشكل فعال للحصول على المستوى الذهبي للقضاء على الفيروس طبعا هنأتكلم على نقطة نقطة عشان الحاجات دي مهمة الحقيقة جدا وتريح لبردو المشاهدين وتطمنهم موضوع نقل الدم الآمن احنا بنرقب عليه ازاي يعني كان فيه تلات حاجات كنا دايما منخف منها نقل الدم وصالون الحلقة والتالت اللي هو الأسنان طبعا التعقيم وكده ازاي مصر بترقب على التلات هذه الأشياء اللي هي ممكن تنقل تاني فيروسي عشان ما يبقى المرض لا يتفقهم مرة اخرى لك الدم الحاجة بالنسبة طبعا لنقل الدم احنا عادلنا فيه قرار من رئاسة مجلس الوزراء الخاص به مرأبة مأمونية نقل الدم كل مواطن بيقدم ليه التبرع بالدم بيتم فحصه قبل اجراء الاختبار طبعا دم يحتقق بميزة مستين اول حاجة طبعا الاكتشاف المبكر لأي مريض عنده فيروسي ويتم حالته لمركز العلاج وفي نفس الوقت احنا ما بناخدش طبعا من الدم الا من شخص تم ثبوت ان هو ما عندوش اي نوع من انواع الاصابة بفيروسي او بفيروسات عمومة لان الاختبار بتعمل جميع الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم